السلام عليكم انا الطالب عيسى صالم بناميري من جناح ATHS و SDS اليوم يعرض مشروع حماية الأطفال من اختناق داخل المركبات سوينا هذا المشروع بناء على البحث البسيط الذي سويناه والذي هو أنه في 155 حالة اختناق في ذول ثمارات ما بين عام 2016 و 2017 المشروع يعمل عن طريق مراوح تسحب الهواء البارد وتخزنه في هذا البيب الموجود البيب هذا فيه نوع من أنواع السوال يحفظ البرودة وفيه مضخة تضخل الهواء البارد على شكل دائرة تضرد الرديلتر موجود في الأمام وفيه حساس للضغط بيحس إذا الطفل موجود في الكرسي أو لا فإذا تسكرت السيارة السيستم الأول بيتبند اللي هو سحب الهواء البارد من تكيف السيارة بيبدأ السيستم الثاني واللي هو يتصل على الأب فإذا الأب ما استجاب حق الاتصال فيه خمس دقائق تقريبا SMS بيوصل حق فريق الإنقاذ فيه موقع السيارة ومعلومات مالك السيارة ورقم السيارة ومشروعنا فاز بجالزة اسنار 2018 ابتكار كمان